الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله علالي وصحبي وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الأحداث بعد غزوة بدر تلاحقت بأشياء كثيرة منها غزوة بني سليم طبعا قدمنا أن بعد غزوة بدر كان هناك تقسيم الغنائم ثم اختلفوا في العسرة ثم ما كان من كم قيمة الفداء ومن لم يملك فداء أما الآن فعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوان أقام صلى الله عليه وسلم في المدينة سبع ليال حتى غزى بنفسه يريد بني سليم إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من بدر وهي معركة عظيمة جدا بالمقاييس السياسية والحربية لأن فيها قتل الملأ من قريش وقريش هم سدنة البيت الحرام ويسمون الحمص وهم الذين أعزهم الله بيوم الفيد وكسبوا في العرب مكانة عظيمة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر لقتالهم وانتصر عليهم انقلبت الأحوال فأصبح للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة وبذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يريد إخضاع القبائل التي حول المدينة لأن بعض الناس قد يصيبه الغرور فيظن أن قريش ليسوا أهل حرب وأنهم هم الذين أهل الحرب فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين القوة العظيمة التي عنده فلما قدم المدينة لم يقم فيها إلا سبع ليالي حتى غزى بنفسه يريد بني سلي واستعمل على المدينة سباع بن عرفط الغفاري وقيل ابن أم مكتوم الأعمى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ماء من مياههم يقال له الكدر والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أرض قوم أقام فيها ثلاثة ليالي ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا فأقام بها بقية شوال وذل قعدة وأفدى في إقامة تلك جل الأسارة من قريش إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة هو كما نعلم أن معركة بدر كانت في السابع عشر من شهر رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى المدينة عاد في آخر رمضان وانطلق منها إلى بني سلي وبقي في شوال وذل قعدة صلى الله عليه وسلم أما في ذل حجة منها غزى صلى الله عليه وسلم قرقرة الكدر وقرقرة بمعنى الأرض الملساء والكدر طير في ألوانها كدرة وقيل أنها طبعا هي الكدر قيل أنها القطى لما فيها من كدرة في ريشها والله أعلم أبو سفيان أبو سفيان وهو حرب بن أمية وهو سيد الآن صار سيد قريش بعد أن هلك من هلك من الملأ هذا الرجل كان أعلم بنفسه أنه إن لم يتخذ قرارا ذهبت حيبته فنذره نذرا أن لا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا إذن عبد الله بن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار يقول حين رجع إلى مكة ورجع فل قريش من بدل هنا اغتنم أبو سفيان هذا الأمر فنذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم فخرج في مائتي راكب من قريش لتبر يمينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه البريد ثلاثة فراسخ أو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال يعني بحسبتنا المعاصرة نكون تقريبا تسعة أميال يعني عندنا الآن قلنا ثلاثة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال إذن تسعة أميال والميل بحسبة على اختلاف عند العلماء أقلها أنه ما يقارب يعني تقريبا ستة أميال يعني مثال الميل يقارب ستة أميال كيلوات أو خمسة كيلوات فتضربها يطلع عندك أن المسافة فوق العشرين كيلو يعني إذن هذا على بريد في المدينة نعم خرج من الليل حين أبو سفيان مكث بعيدا وخرج بنفسه وما يسمى الاستطلاع يعني أبو سفيان لا يريد أن يقتحم المدينة أو ينطلق في المدينة وهو لا يعرف من الذي أمامه فخرج بنفسه حتى أتى بني النظير تحت الليل فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له وخافه إذن كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كتب بينه وبين اليهود وكانوا ثلاث طوائف بن قينقاء والنظير وقريضة فبينهم أن لا يتخذوا من دونه بطانة وأن لا يعني يتخذوه عيبة وأن لا يناصر عليه عدوة فحيي بن أخطب أراد أن لا يفتح على نفسه بابا فرفض فانصرف عنه إلى سلام ابن مشكم وكان سيد بن النظير في زمانه ذلك وصاحب كنزهم فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من خبر الناس كلمة بطن له من خبر الناس أي كشف له عن أحوال المسلمين ثم خرج في عقب ليلة حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش فأتوا ناحية منها يقال لها العريب فحرقوا في أصوار من نخل بها ووجدوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما فقتلوهما وهذا من فعل يعني أبي سفيان حتى تبر قسم وانصرفوا راجعين فنذر بهم الناس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم واستعمل على المدينة صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بشير بن عبد المندر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قرقارة الكدر ثم انصرف راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه لأن أبا سفيان إنما أراد لتبر القسم التي أقسمها لأنه لا يمس جسده الماء حتى يغز النبي وبذلك أراد أن يبر قسمه في طريق هروبه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدركه فقذفوا ما معهم من أزوات يقول الراوي ووجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوادا كثيرة قد ألقاها المشركون يتخففون منها وعامتها سويق فسميت غزوة السويق السويق هو الشعير يطبخ مع ماء ويتخذ زادا يسمى زاد الراك لأنه مادة غذائية خفيفة الحم الآن المسلمون اغتنموا فرصة فقالوا يا رسول الله أن أطمع أن تكون هذه لنا غزوة؟ قال نعم صلى الله عليه وسلم أبو سفيان فيما كان من أمر هذا يمدح سلام ابن مشكب اليهودي قال أبو سفيان على خلاف في أهل الشعر هل تنسب له أم لا وإنما نقولها لأنها ذكرت وإني تخيرت المدينة واحدا لحلف فلم أندم ولم أتلومي سقاني فرواني كميثا مدامة على عجل مني سلام ابن مشكامي ولما تولى الجيش قلت ولم أكن لأفرحاه أبشر بغزو ومغنمي تأمل فإن القوم سر وإنهم صريح لؤيا لا شماطيط جرهمي وما كان إلا بعض ليلة راكب أتى ساعيا من غير خلتي معدمي الآن هذه غزوة التي حدثت بعد بدر الآن حدث أمر عظيم وهو من المفرحات دخول سيدنا علي ابن أبي طالب على زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحدث حدث في سنة ثنتين بعد وقعة بدر يقول البخاري ومسلم من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس يومئذ إذن سيدنا علي أصابه شارف وهي الناقة الكبيرة وأعطاه النبي شارف فصار عنده شارفان يقول فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا في بني قينقاء أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغ فأستعين به في وليمة عرس فبينما أنا أجمع لشارف من الأقتاب والغرائر والحبل وشارفي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما جمعت فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت المنظر فقلت من فعل هذا قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت وهو في شرب من الأنصار وعنده قينة وأصحابه فقالت فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما إذن سيدنا علي رضي الله عنه لما رأى الناقتين لما رأى الناقتين قد قتلت لم يملك عينه أي بكى رضي الله عنه لأن هذا المنظر أنه ماله قد انتهك وذهب ما كان أراد من جمع المال حتى يدخل على فاطمة والذي زاده حزنا أن الذي فعل ذلك عمه عمه حمزة وحمزة كان في شرب قبل أن تحرم الخمر قال علي رضي الله عنه لما رأى هذا المنظر ورأى أن الأمر بينه وبين عمه ذهب إلى النبي يقول فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارث فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت فقال ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم حدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذين له فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى رقبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد لأبي إذن حمزة رضي الله عنه أسد الله كان في حالة سكر شديدة جدة حتى خاطب النبي بهذا الكلام الذي لا ينبغي أن يخاطب به النبي فقال هل أنتم إلا عبيد لأبي أي تعاتبني في المال وأنتم وما تملكون لأنا لأنكم عبيد عند أبي فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه ثمل فاناك صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة وكلمة القهقرة أي رجع ووجهه لم يتغير بمعنى أنك إذا وقفت أمام إنسان فلو أوليته ظهرك هذا لا يسمى القهقرة القهقرة أن ترجع إلى الخلف ووجهك إلى من تخاطبه فخرج وخرجنا معه هذا لفظ البخاري طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت لهما حمزة عدة مواقف والحديث هذا رواه البخاري في عدة أماكن بألفاظ وهذا يعني كما يقول ابن كثير وفي هذا دليل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد خمست لا كما زعمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال من أن الخمسة إنما نزل بعد قسمتها طبعا وهذا خالفه فيه جماعة منهم البخاري وابن جري طبعا هذا بيّن الغلط كما يقول ابن كثير في التفسير وفيما تقدم والله أعلم الآن سؤال كيف شرب حمزة الخمر فنقول وكان هذا الصنع من حمزة واصحابه رضي الله عنهم قبل أن تحرم الخمر بل قد قتل حمزة يوم أحد كما سيت وذلك قبل تحريم الخمر من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير لها طبعا حمزة لما خاطب النبي هل أنتم إلا خوال لأبي حمزة لا يمكن أن يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فهي جرأة عظيمة في مقام النبوة ولكن استدل بعضهم على ذلك أن السكران فاقد العقل ليس له تأثير في الطلاق ولا إقرار ولا غير ذلك ما ذهب إليه من العلماء طبعا هذا مقرر في كتاب الأحكام أما الحنابل فيذهبون إلى أن السكران محاسب في طلاقه ومحاسب في إقراره سيدنا علي يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فقلت ما لي من شيء فكيف ثم ذكرت صلته عائدته فخطبتها إليه يعني سيدنا علي لما أراد أن يخطب فاطمة كأنه يقول لا ما لا لي فكيف سأدفع المهر لكن أرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وقد كفى له النبي منذ كان صغيرا فهنا هذا الذي جرأ سيدنا علي أن يطلب يد فاطمة فقال هل لك من شيء قلت لا فقال أين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا قال هي عندي قال فأعطنيها قال فأعطيته إياها قيل أن هذا هو مهر سيدتنا فاطمة أما ابن عباس يقول لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية إذن هذا كان مهر سيدنا علي لفاطمة أن علي لما تزوج فاطمة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن علي لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها الآن سيدنا علي قبل أن يتقدم إلى فاطمة هذه رواية أن علي قال خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مولاة لي هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا قالت فقد خطبت فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك فقلت وعندي شيء أتزوج به فقالت إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزوجك إذن علي رضي الله عنه لا يريد أن يكون لا مهر عنده لفاطمة وهو يريدها فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أنقعدت بين يديه أفحمت أفحمت بمعنى لم أستطع أن أتكلم بحاجتي يقول فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هيبة عظيمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك إلا حاجة فسكت فقال لعلك جئت تخطب فاطمة فقلت نعم فقال هل عندك من شيء تستحلها به فقلت لا والله يا رسول الله فقال ما فعلت درع سلحتكها فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما قيمتها أربعة دراهم فقلت عندي قال قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها فإن كانت لصداق فاطمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن سحاق فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسينا ومحسنا طبعا مات صغيرا وأم كلثوم التي تزوجها عمر وزينب إذن النبي صلى الله عليه وسلم جهز فاطمة فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها إذ خير النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وفاطمة وهي سيدة نساء العالمين يوم زفت إلى علي في خميل وقربة ووسادة وسادة من أدم أو أدم وهي الجلود حشوها إذ خير نعم إذن أن علي تزوج بعد سنة من الهجرة والصواب أنها النبي صلى الله عليه وسلم أدخلها بعد بدر نعم إذن فيكون دخولها في أوائل السنة الثالثة إذن هكذا يكون أنه تزوج في أوائل السنة الثالثة والله أعلم طبعا الحوادث التي وقعت في سنة ثنتين من الهجرة أشياء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل بعائشة رضي الله عنها وأنه فيها توفي من الشهداء يوم بدر وهم أربعة عشر رجل ما بين مهاجري وأنصاري وقد تقدمت أسماؤهم والرؤساء من مشرك قريش وكانوا سبعين رجل وأيضا أن بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت رقية وقد نفضوا التراب عنها وهي رضي الله عنهم قد سووا التراب عليها وجاءت البشارة بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم وكان عثمان يمرضها وضرب له النبي بسهمه في مغانم بدر وأجره عند الله يوم القيامة وزوجه بأختها أم كلثوم لذلك يقال لعثمان رضي الله عنه ذو النورين ولم كما يقولون أنه لم يغلق أحد على بنتين بي واحد بعد واحد غيره رضي الله عنه هذه من الأحداث التي حدثت في السنة الثانية من الهجرة وأيضا حدث في السنة الثانية من الهجرة فيها حولت القبلة وزيد في صلاة الحضر وفيها فرضت الصيام صيام رمضان وفيها فرضت الزكاة ذات النصاب وفرضت زكاة الفطر وفيها خضع المشركون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بني قينقاع وبني النظير وبني قريضة ويهود بني حارثة وصانع المسلمين وأظهر في هذه السنة الثانية وأظهر الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود وهم في الباطن منافقون منهم من هو على ما كان عليه ومنهم من انحل بالكلية فبقي مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء إذن بعضهم منافق ضل على كفره مستيقنا بكفره وبعضهم متذبذب يوما مع المسلمين ويوما مع المشركين نعم وفيها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاقل وكان معلقة بسيفه نعم هذا ما كان من السنة الثانية دخلت الآن السنة الثالثة من الهجرة فيها غزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نحو نجد يقال غزوة ذي أمر ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريبا منها ثم غزى نجدا يريد غطفان وهي غزوة ذي أمر نعم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بنجد صفرا كله أو قريب من ذلك ثم رجع ولم يلقى كيدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن جمعا من غطفان من بني ثعلب بن محارب تجمعوا بذي أمر يريدون حربة فخرج إليهم من المدينة يوم الخميس لثنتي عشر ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فغاب صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أحد عشر يوما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة وخمسون رجلا وهربت الأعراب في رؤوس الجبال حتى بلغ ما أن يقال له ذو أمر فعسكر به وصابهم مطر كثير فابتلت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزى غطفان أصابهم المطر والمطر كما تعلمون إذا أصاب الثياب وخاصة أن ثياب مصنوعة إما من الصوف وإما من الشعر فتظهر لها رائحة فإذا جفت تختفي هذه الرائحة المشركون كانوا يعني بمرأة أن يرون النبي فرد تحت شجرة وقد علق سيفه وثيابه فهنا بعثوا رجلا شجاعا منهم يقال له غو رث ابن الحارث أو دعثور ابن الحارث فقالوا قد أمكنك الله من قتل محمد فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صاقيل حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا أي قد سله من غمديه فقال يا محمد من يمنعك مني اليوم فأجاب إجابة الثقة الله ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال لا أحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والله لا أكثر عليك جمعا أبدا فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفه رجع هذا الرجل إلى قومه قالوا ويلك مالك قال نظرت لرجل طوير فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك وشهدت أن محمدا رسول الله والله لا أكثر عليه جمعا وجعل يدعو قومه إلى الإسلام في حقه نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسط إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله نعم وهذه أيضا هناك قصة شبيهة تأتي أيضا في غزوة ذات الرقاء طبعا بن كثير يقول إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا لأن هذه غزوة كانت في سنة الثالثة وذات الرقاء كانت في السنة ما بعد السادسة والله أعلم هناك غزوة تسمى الفورع من بحران أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ربيعا الأول كله أو إلا قليلا منه ثم غدا يريد قريشا واستعمل على المدينة بن أم مكتوم قال ابن سحاق حتى بلغ بحران وهي معدن بالحجاز من ناحية الفرع فقام بها شهر ربيع الآخر وجماد الأولى ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا نعم إذن غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة عشرة أيام الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزوة بدر فكان أن حذر هذا الأمر اليهود لأن اليهود كما تعلمون هم أهل الكتاب الأول وهم العدو الذي يعني كما قال تعالى في حق كلما أوقد نارا للحرب أطفأها الله فهؤلاء اليهود أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد الدعوة فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في سوقهم هم قال يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم أهد الله إليكم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرهم كما قال تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم نزلت في هؤلاء القوم لكن يهود بني قينقاع قالوا بافتخار وقالوا بكبر وغطرسة يا محمد إنك ترى أن قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس انظر إلى هذا الغرور يا محمد إنك ترى أن قومك يعني هل كرانا شبيهون بقومك من حيث العجز وعدم التخطيط وعدم القدرة على قتالك هذا أمر لا يكون أبدا نحن قوم نستطيع أن نقاتلك ونغلبك فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن سكت عنهم لذلك قال الله كما قيل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقة يعني أصحاب بدر من رسول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي أبصار أن بني قينقاع كان أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيما بين بدر وأحد إذن كان من أمرهم لماذا نقض بني قينقاع العهد أو كيف كان عملية نقضهم للعهد أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله وكان يهوديا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه إذن هذه الفعل الشنيعة لم يقابلها إلا القتل فقامت اليهود فقتلوا المسلم فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع حصرهم صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه وهذه نزلوا على حكمه بمعنى أن النبي له أن يفعل بهم ما شاء فما كان من عبد الله ابن أبي ابن سلول حين أمكنه الله منهم فقال يا محمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج قال فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أحسن في موالي قال فأعرض عنه قال فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم وكان درع النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها ذات الفضول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا لوجهه ظلالاً أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه وتعلته سمرة شديدة وهذا معنى الظلال من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم وقال له ويحك أرسلني قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غدات واحدة إني والله امرؤ أخشى الدوائر إذن عدد الذين سيشملهم القتل سبعمائة ثلاثمائة حاسر وثلاثمائة دارع وهذا حاسر اللي هو الرجال ودارع لهم الفرسان فقال صلى الله عليه وسلم وهو الكريم المنان صلى الله عليه وسلم قال هم لك واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في محاصرة إياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذر وكانت محاصرته إياهم خمس عشرة ليلة لما حاربت الآن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا من الخزرة يقول لما حاربت بن قين قاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث بأمرهم عبد الله بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من بن عوف لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي فخالعاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وقال يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم وهذا فعل المؤمن عندما يتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الكفر فكان من قوله تعالى فيه نزلت وفي عبد الله بن أبي يعني الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض الآيات حتى قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة يعني عبد الله بن أبي إلى قوله من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يعني عبادة بن الصامت وهذا قد شرحت في كتاب التفسير الآن قريش لما انهزمت في بدرل وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمنعهم تجارتهم إلى الشام فغيروا اتجاه قافلتهم يقول سرية زيد بن حارثة إلى عير قريش صحبة أبي سفيان أيضا وقيل صحبة صفوان ابن أمية كانت بعد وقعة بدر بستة أشهر هذه تسمى سرية زيد بن حارثة قال ابن إسحاق وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم التي كانوا يسلكونها إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق العراق فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يعني العجلي حليف بن سه ليدلهم على تلك الطريق إذن كما قلنا أن قريش لما طريق الشام كان صعبا عليهم بعد وقعة بد لأنه يمر قريبا من المدينة أرادوا أن يسلكوا طريقا آخر فاتخذوا من هذا الرجل فرات بن حيان ليدلهم على تلك الطريق الآن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فلقيهم على ما يقال له القارادة من مياه نجب فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه الرجال كما قلنا أن أبا سفيان كان معه فضة كثيرة وهي عظم تجارتهم بمعنى أن أكثر تجارتهم كانت الفضة فأخذها الصحابة رضي الله عنهم وقدموا بها على رسول الله فقال في ذلك حسان بن ثابت دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كافواه المخاض الأوارك بعيد رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقا وأيد الملائك إذا سلكت للغور من بطن عالج فقول لها ليس الطريق هناك وهذه الأبيات من قصيدة لحسان وقد أجابه فيها أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وهي قيلت بعد معركة أحد يقول شقيتم بها وغيركم أهل ذكرها فوارس من أبناء فهر بن مالك حسبتم جلاد البيض حول بيوتكم كأخذكم في العير أرطال آنك فعاب عليه أبو سفيان بن حارث فقال يا ابن أخي لما جعلتها آنك إن كانت لفضة بيضاء جيدة نعم هذا ما كان من حديثهم كان خروج زيد بن حارث في هذه السرية مستهل جماد الأولى على رأس ثمانية وعشرين شهرا من الهجرة وكان رئيس هذه العير صفوان بن أمية وكان سبب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارث أن نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه خبر هذه العير وهو على دين قومه واجتمع بكنانة بن أبي الحقي في بن النظير ومعه صليط بن النعمان وكان أسلم فشربوا وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر فتحدث بقضية العير نعيم بن مسعود وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الأموال إذن في لحظة الشرب والجلوس هذا الرجل نعيم بن مسعود كان على دين المشركين وكان عند اليهود وكان هذا الرجل وهو صليط بن النعمان مسلما فجلسوا يشربون الخمر قبل أن تحرم فلما سمع الصليط من ساعة أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث من وقته زيد بن حارثة فلقوهم فأخذوا الأموال وأعجزهم الرجال إنما أسروا رجلا أو رجلا وقدموا بالعير فخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ خمسها عشرين ألفا وقسم أربعة أخماسها على السرية طبعا من الذين أسروا الدليل فرات بن حيان فأسلم ابن جرير يقول أن الواقدي قال إنها لم تكن في جمادة إنما كانت في ربيع من هذه السنة وفي هذه السنة أيضا تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخلت عليه في جمادة الآخرة هذه من الأحداث التي حدثت في هذه السنة أيضا يعني بعد قضية بني قينقاء كان هناك رجل اشتهر عنه سب الصحابة والتعرض للنبي وزوجاته وهو رجل عربي لكنه تهود إذن معنا الآن مقتل كعب بن الأشرف اليهودي هو رجل من بني طيئ ثم من أحد بني نبهان ولكن أمه من بني النظير هكذا كان من أمر هذا الرجل أنه عربي صليبة لكنه اتبع دين أمه طبعا ذكر ابن اسحاق أنه كان قبل جلاء بن النظير وذكره البخاري والبيهقي بعد قصة بني النظير إذن ابن اسحاق وهو العالم الكبير قال أن مقتل كعب بن الأشرف كان قبل وقعة أحد وأما البخاري والبيهقي فجعلوها بعد أحد وقال ابن كثير أن الصحيح ما ذكره ابن اسحاق الدليل لأن بني النظير إنما كان أمرهم بعد وقعة أحد وفي محاصرتهم حرمت الخمر كما سيتبين ذلك إن شاء الله قال البخاري في صحيحه قتل كعب بن الأشرف قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلم فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله قال نعم قال فأذل لي أن أقول طبعا محمد بن مسلم شجاع وهو صنديد وكان بئيسا يعني رجل لا يهاب شيء لكن كلمة فأذل لي أن أقول لأن التعرض للنبي ليس الكلام الصريح التعريض لا يجوز لمقام النبوة فهنا استأذن النبي أنه يريد أن يحتال على كعب بن الأشرف فربما ذكر عن النبي ما لا ينبغي أن يذكره المسلم في مقام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكن رسول الله قد قال أن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة كلاهما يجوز فأتاه محمد بن مسلم فقال هنا التعريض إن هذا الرجل لا يجوز أن تخاطب النبي كما يخاطب أحدنا الآخر إن هذا الرجل قد سألنا صدقا وإنه قد عنانا وهذا أيضا لا يجوز في مقام النبوة وإني قد أتيتك أستلفك وهذه هنا الخدعة أنه سيطلب منه المال ليستعين به على دنيا فقال وأيضا والله لتملونه تملونه يعني كعب بن الأشرف قال ليس الأمر إلى هذا الحد سوف يصل إلى الملل من هذا الرجل لكن محمد بن مسلم قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفانا قال نعم إرهانوني قلت أي شيء طبيعي في تلك الحقبة تأخذ مني مال أعطوني مقابلها شيء وهي معروفة بالفق الإسلام اسم الرهن وهو توثقة دين بعين يستوفى منها أو من بعضها قال أي شيء قلت ارهانوني نساءكم فقال كيف نرهانك نساءنا وأنت أجمل العرب قال فارهانوني أبناءكم قال إنما يعني كيف نرهانك أبناءنا ثم إذا عير أحدهم قيل له رهن بسوق أو وسقين إذن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهانك اللأمة اللأمة التي هي السلاح وهذا ذكاء منهم رضي الله عنهم إذا أتوه بالسلاح لم يكن أمرا مستنكرا حتى إذا قتلوه بالسلاح لم يكن سبب حضور السلاح مستنكرا فوعداه أن يأتيه ليلا فجاءه ليلا وهذه أيضا نقطة ثانية يأتيك بالليل حتى لا يران أحد ونحن نستلف منك وهي أيضا من الخدعة وجاءه ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاع فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم والعرب صاحب ذكاء يعني من يعيش في تلك الحقبة وليس بفطن يهلك سريعا والفطن والذكي هو الذي يعيش أمدا طويلة فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة وقال غير عمر قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم وهذه فطنة عجيبة من هذه المرأة امرأة كعب أنها سمعت في صوتهم أنهم جاءوا ليقتلوه فما كان من كعب إلا أن قال إنما هو أخي محمد بن مسلم ورضيع أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لا أجاب قال ويدخل محمد بن مسلم معه رجلين قيل لسفيان سماهم عمر قال سما بعضهم قال عمر جاء معه برجلين وقال غير عمر أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر نعم إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه محمد بن مسلم الآن بدأ الخديعة الخديعة الأولى أنهم جاءوا بالسلح والخديعة الثانية أنهم قال سأشم أنفه شعره لأنه كان متطيبا بالطيب فإذا شمه مرة ومرة ومرة آمن الرجل أنهم لن يغدروا به فيمسك بشعره فلا يتحرك حتى يقتلوه إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه وقال مرة ثم أشمكم فنزل إليه متوشحا وهو ينفخ منه ريح الطيب إذن الآن بدأت الخديعة قال له محمد بن مسلم ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب وقال غير عمر عندي أعطار نساء العرب وأجمل العرب قال أتأذن لي أن أشم رأسك قال نعم الآن كعب فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه هذا ما كان من صحيح البخاري الآن ننتقل إلى ابن إسحاق وحديثه عن قتل كعب بن الأشرف وكان رجلا من طيه ثم أحد بني نبهان وأمه من بني النظير أنه لما بلغه الخبر عن مقتل أهل بد حين قدم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة قلنا أن نبي بعث بشيرين أحدهم إلى العالية وأحدهم إلى السافلة قال والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها تيقن الآن كعب بن الأشرف أن الخبر صحيح فلما تيقن عدو الله الخبر خرج إلى مكة فنزل على المطلب من أبي وداعه ابن سبيرة السهم وعنده عاتكة بنت أبي العيص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف فأنزلته وأكرمته وجعله يحرض على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بد وذكر قصيدة كان أولها طحنت رحى بدر لمهلك أهله ولمثل بدر تستهل وتدمع وقد يعني أجابها حسان رضي الله عنه وغيره عاد إلى المدينة كعب بن الأشرف فجعل يشبب بنساء المسلمين ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هنا قد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجاة وركب إلى قريش فاستغواهم اغتنم أبو سفيان هذا الحدث وهو بمكة لأن كعب بن الأشرف يهودي واليهود بالاتفاق هم أهل الكتاب الأول قال أبو سفيان بن حرم أناشدك الله أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق هذا السؤال الآن أبو سفيان يريد أن يبين لماذا نحن أفضل إنا نطعم الجزور الكوماء ونسق اللبن على الماء ونطعم مهبة الشمال فما كان من كعب بن الأشرف إلا أن قال أنتم أهدى منهم سبيلا فنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا قدم المدينة فجعل يعلن بالعداوة ويحرظ الناس على الحرب ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يشبب بأم الفضل بنت الحارث وبغيرها من نساء المسلمين حتى آذاهم إذن قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغوا هذا الأمر ملي بابن الأشرف محمد بن مسلم أخو بني عبد الأشهل قال أنا لك به يا رسول الله أنا أقتله قال فافعل إن قدرت على ذلك محمد بن مسلم رضي الله عنه بعد أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه انتبه محمد بن مسلم في حديث البخاري قال إني أستأذنك في أن أقول إذن البخاري اختصر الحديث محمد بن إسحاق فصل في المسألة أن محمد بن مسلم لما قال لرسوله أنا أقتله مكث في بيتي ثلاثة أيام لأن الحيلة التي يريد أن يستخدمها أحد أركانها أنه سيتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم والتعرض للنبي كفر والعياذ بالله فهنا لم يعد يأكل إلا شيئا يجعله من أهل الدنيا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال لما تركت الطعام والشرب فقال يا رسول الله قلت لك قولا لا أدري هل أفي لك به أم لا قال إنما عليك الجهن قال يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول قال فقولوا ما بدى لكم فأنتم في حل من ذلك إذن هنا محمد بن مسلم أخذ من النبي الرخصة أن يذكر عن النبي ما لا ينبغي له أن يقول فاجتمع في قتله محمد بن مسلم وسلكان بن سلامة بن وقش وهو أبو نائل أحد بني عبد الأشهل وكان أخ كعب بن الأشرف من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهل والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل وأبو عبس بن جبر أخو بن حارث فقدموا بين أيديهم إلى عدو الله كعب سلكان بن سلم أبا نائل فجاءه فتحدث معه ساعة وتناشد شعرا وكان أبو نائل يقول الشعب ثم افتتح الآن أبو نائل الموضوع فقال ويحك يا ابن الأشرف إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني قال أفعل قال كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا اغتنمها كعب إذن هذه تعتبر ردة والعياذ بالله فاغتنمها كعب فقال أنا ابن الأشرف أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول فقال له سلكان إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهانك ونوثق لك وتحسن في ذلك قال ترهانوني أبناءكم قال لقد أردت أن تفضحنا إن معي أصحاب لي على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك ونرهانك من الحلقة ما فيه وفا الحلقة أي السلح وأراد سلكان أن لا ينكر السلح إذا جاءوا به فقال إن في الحلقة لوفا رجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى معهم صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقدي ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته في ليلة مقمرة فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرص فوثب في ملحفته إذن كعب بن الأشرف حديث زواج والملحف ثوب خفيف يلبسه الرجل يتخفف به من الثياب الثقيلة وهي ما تسمى الفضل والفضل عند العرب هو ثوب واحد يلبسه الرجل يتخفف لأنه في بيته قال فأخذت المرأة بناحيتها وقالت أنت امرأ محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة لكن كما قلنا أن أبا نائلة كان قد أعطاه الأمان وأنما أرادوا أن يأتوه بليل حتى لا يطلع عليهم أحد ولأنهم يستحون أنهم يرهنون السلاح مقابل الطعام فما كان من كعب الله قال إنه أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقضني يعني شدة ثقة كعب بن الأشرف في نفسه وفي أبنائلة تعدت يعني الطور الذي لا ينبغل وكلمة المرأة هي الحق إنك امرؤ محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة هذا رأي الحرب لكن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا كما قال إذا نزل القدر عمي البصر فقالت والله إني لا أعرف في صوته الشر وهذه فطنة شديدة من هذه المرأة قال لها كعب لو دعي الفتى لطعنة أجل فنزله فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه ثم قالوا هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز ونتحدث به بقية ليلتنا هذا قال إن شئت فخرجوا يتماشونا فمشوا ساعة ثم إن أبنائل شام يده في فوض رأسه ثم شم يده فقال ما رأيتك الليلة طيبا أعطار قط ثم مشى ساعة ثم عاد لمثله حتى اطمعا ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفودي رأسه الفوض هو مكان القرن من الرأس هذا فوض كما قال قيس فأخذت بفودي رأسها فتمالت علي هظيم الكشح ري المخلخلي بفودي الرأس هو القرون مكان القرن من رأس الرجل وهو يعني شدة تمكنه من رأس كعب بن الأشرف ثم قال اضربوا عدو الله فاختلفت عليه سيوفنا فلم تغني شيئا إذن هذا يعني ضربة السيف لم تؤثر في كعب أي أنها لم تصل منه إلى الدرجة التي يموت منها يقول محمد بن مسلم فذكرت مغولا في سيفي فأخذته وصاح عدو الله صيحة لم يبقى حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار قال فوضعته في ثنته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانت أي أدخل هذا المغول في صدره وهو مكان القلادة ثم تحامل عليه بمعنى جعل ثقله على مقبضها ونزل إلى أسفل حتى وصلت إلى عانته فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رجله أو في رأس لأن السيوف لما تضاربت لم يكن بد من أن يصيبه بعضهم نعم يقول أصابه بعض أسيافنا قال فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زين ثم على بني قريضة ثم على بعاث حتى أسندنا في حرة العريض وقد أبطى علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزف الدم فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملنا فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو له وتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرح صاحبنا ورجعنا إلى أهلنا فأصبحنا الآن هذا الحدث العظيم حدث جبار وهو فعل ينبع أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى أبدا أن يتعرضا أحد لذات النبي ولا لنسائه ولا لنساء المؤمنين وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو له فليس بها يهودي إلا وهو خائف على نفسه نعم يقول الواقدي أنهم جاءوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن اسعق فقال كعب بن مالك فغودر منهم كعب صريعة فذلت بعد مصرعه النظير على كفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور بعمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير فما كره فأنزله بمكر ومحمود أخو ثقة جسور وهذه الأبيات في قصيدة له يوم بني النظير وكان قتل كعب بن الأشرف على يد الأوس بعد وقعة بد ثم إن الخزر وهذه سنأتي إليها إن شاء الله قتل أبا رافع بن أبي الحقيق بعد وقعة أحد كما سيأتي إن شاء الله أورد ابن سحق شعر حسان بن ثابت لله در عصابة لاقيتهم يبنى الحقيق وأنت يبنى الأشرف يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسد في عرين مغرف حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض ذفف مستبصرين لنصر دين نبيهم مستصغرين لكل أمر مجحفي نعم الآن اليهود يعني لازالت فيهم الكبر فأرادوا أن ينتصروا لقتل كعب فقال صلى الله عليه وسلم من ضفرتم به من رجال يهود فاقتلوه فوثب عند ذلك محيصة ابن مسعود الأوس على ابن سنينة رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان أخوه حويصة ابن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول أي عدو الله أقتلته أما والله لرب شحم في بطنك من ماله قال محيصة فقلت والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنوقك هنا حويصة نبه فقال فوالله إن كان لأول إسلام حويصة وقال آه والله لو أمرك محمد بقتلي لتقتلني قال نعم والله لو أمرني بضرب عنقك لضربتها قال فوالله إن دينا بلغ بك هذا لعجب فأسلم حويصة نعم إذن هذا يعني كما قيل وفي ذلك يقول محيصة يلوم ابن أم لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاضبي حسى منك لون الملح أخلص سقله متى ما أصوبه فليس بكاذبي وما سرني أني قتلتك طائعا وأن لنا ما بين بصرى ومأربي إذن أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني قريضة هكذا يقول بعضهم وأن المقتل كان كعب بن يهوذة فلما قتله محيصة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بني قريضة قال له أخوه حويصة ما قال فرد عليه محيصة بما تقدم فأسلم حويصة يومئذ والله أعلم تنبيه الآن ذكرنا البيهقي والبخاري قبله خبر بن النظير قبل وقعة أحد إذن بن النظير كانت قبل أحد هكذا ذكرها البخاري وهكذا ذكرها البيهقي والصواب إرادها بعد ذلك كما ذكر ابن إسحاق وأئمة المغازي وبرهانه يعني الدليل على أن بن النظير بعد أحد أن الخمر حرمت ليالي حصار بن النظير وثابت في الصحيح أنه اصطبح الخمر جماعة ممن قتل يوم أحد شهيد فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالا وإنما حرمت بعد ذلك فتبين ما قلناه من أن قصة بن النظير بعد وقعة أحد نعم تنبيه آخر خبر يهود بن قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم وكذلك قتل كعب بن الأشرف اليهود على يد الأوس وخبر بن النظير بعد وقعة أحد كما سيات وأيضا مقتل أبي رافع اليهود تاجر أهل الحجاز على يد الخزرج المشهور وخبر يهود بن قريضة بعد يوم الأحزاب وقصة الخندق وبذلك انتهينا من آخر السنة الثانية وأول السنة الثالثة ونقف عند غزوة أحد وإلى لقاء آخر إن شاء الله وصلى الله على محمد